المخدرات التي تهدم مستقبل شباب العراق وتحطم عوائل بأكملها 80% منها يتم تهريبه من إيران بحسب ما أفاد به قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح المناطق أعلن هنا وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني وما فاقم من حجم الكارثة الاتهام الذي وجهه رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي إلى جهات سياسية وأحزاب نافذة بالوقوف وراء اتساع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق الأمر الذي عاد رشيد فليح لتأكيده في مناسبة أخرى التاجر الكبير لديه أدوات يعمل بها بالبصرة وصلنا نوعا ما إلى بعض المسميات وإلى بعض الأسماء التي تحاول جهد المستطاع أن تعطي السيارة التاجر يستخدم بعض العجلات المضللة التاجر يستخدم بعض المسميات بعض هويات خاصة بأجهزة وبحناصر ممعينة وزارة الصحة في العراق أكدت تسجيل عدد من الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات إضافة إلى تجاوز حالات الإدمان المؤكدة والمسجلة رسميا في العراق السبعة آلاف بحسب إحصائية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات الأمر الذي دفع بمسؤولين محليين في محافظة البصرة للتأكيد على الضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع انتشار آفة المخدرات في البلاد كما دفع بناشطين ومختصين للمطالبة بإنشاء مستشفيات خاصة بمدمني المخدرات في المحافظات الجنوبية بشكل خاص لعلها تساهم في مكافحتها ويبقى الإدمان على المخدرات والذي تتعدى سلبياته الجانب الصحي إلى جوانب أمنية واقتصادية آفة تنخر المجتمع ما لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة ووسائل علاجية وأدوات تثقيفية رصينة وبرامج توعية بآثارها تبدأ من المدرسة حيث الجيل الذي يستهدفه من يقف وراء ترويج هذه الآفة ترجمة نانسي قنقر